بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تجري له ولكنهه إدراك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نف شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالت قطرة لنداك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذوق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك إن كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا ربي جئتك ناجما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جنس ومن جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك واغتر حتى ظن أن الكون في يمنا بن الإنسان لا يمناك أَوَمَا دَرَى الْإِنسَانُ أَنَّكَ لَوْ أَرَدْتَ لَظَلَّتِ الذَّرَّاتُ فِي مَخْبَاكَ لَوْ شِئْتَ يَا رَبِّي هَوَى صَارُوْخَهُ أَوْ لَوْ أَرَدْتَ لَمَا اسْتَطَاعَ حِرَاكَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَهْلًا وَاتَّئِدْ وَاشْكُرْ لِرَبِّكَ فَضْلَ مَا أَوْلَاكَ وَاسْجُدْ لِمَوْلَاكَ الْقَدِيرُ فَإِنَّهَا مُسْتَحْدَثَاتُ الْعِلْمِ مِنْ مَوْلَاكَ كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لأترى عينك والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يدرد يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجاوع عوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوا بها من ذا الذي أهواك بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث ثمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائر اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي أصفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت النار شب له بها فاسأل له بالنار من أوراك وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فاسأله من بالماء شق صفاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغض حاك هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أغراك اشتركوا في القناة